أفرجت مصلحة التأهيل والإصلاح اليوم عن 343 سجين معسر من عموم الإصلاحية المركزية والسجون في محافظات الجمهورية وذلك بعد أن تكفالت الدولة بدفع المبالغ التي عليهم وأوضح العميد ناصر اليزيدي القائم بأعمال رئيس مصلحة التأهيل أنه كان من المفترض الإفراج عن المعسرين في شهر رمضان الماضي ولكن نتيجة لتأخر صرف المبلغ المخصص الدفعة كحقوق مستحقة عن السجناء كان المشكلة أو كانت المشكلة أو كان السبب في تأخر إطلاق سراحهم كل هذه الفترة هذا وكان النائب العام الدكتور علي العوش قد وجه مطلع الأسبوع الجاري بالإفراج عن 343 سجين معسر من المشمولين بالمساعدة المالية المقدمة من الدولة للعام 2014 بمبلغ 489 مليون و291 ألف ريال اشتركوا في القناة